السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شونكم حبايب قلبي اخباركم يارب تكونون بألف خير اليوم رجعنا وياكم فيديو جديد وبوصفة جديدة اليوم رح نسويكم طبق سمتش طريقة كل سهلة وبسيطة بس قبلنا نروح لا تنسونا باللايك والاشتراك وتفعي جرس التنبيهات حتي وصلكم كل شي جديد ان ازله بالقناة وتعالوا شوفكم يانا الطريقة بنات هنايا عندي كيروين من السمتش وعندي هنايا ملعقة اكل من الكركم وهنا ملعقة اكل من الملح طبعا ما رح نستخدمه كله طبعا هنا سمتش عندي منظفته وغاسلته ومعاملة بهاي الشقوق الجانبية حتي من التبلوء ملحي يتشرب به بالكامل وفاتحت من الظهر ومنظفة الاحشاء الداخلية وكلها في هذا الشكل شوفوا بنات هاي اهم شيء الفقرات تسوونها تعملون شقين او تلافع من الجوانب وتقدرون من بطناهم تفتحونها وتنفو بس الافضل من فوق وطرقتين هنا صحيحة وهنا عدي هاي الخياشي مهمين من نظفتها حتي ما تسبب انه اي طعام او ريحة اثناء القلي وتعالوا نشوفكم طرقة التتبيلة مالته هسا او شيء ابدأ الرش قليل من الملح وادهكة بهذا الشكل زيان ضروري تتخلونا يدخل بشقوق الجانبية حتي كله يسر يعني طعم الملح بي هاي هنايا اخر شيء ظل التمليح اخر واحدة بعد ما خلصت هسا التمليح بعض الشكل راح ابدي اضيف قليل من بهارات الكركم هاي شرشة بسيطة ضعي تكاثرون بنا تتقدرون يتملحونه وتضيفون علي هاي البهارات وتقدرون حتى تفرزونه كل شيء ما علي بنا تردون تتقلونه بس تطلعوا شوية قبل ساعة حتي يفكوا ياكم وهي راح استمر هاي الطريقة حد ما يخلص كل الكمية لعندي بنعطيش رشة بسيطة حتى مرغي لنا الطعام وحبين ما خلصنا الاخر واحدة بقت عندي ابقيهم على جهة الحد ما اروح اسوي السلصة وطبق التمان واخر شيء اقل لان ما يحتاج وقته هاي هنا عندي قدر راح اضيف قليل من الزيت وحبت بصل كبير ومقطع بها الشكل اقلبهم حد ما شوية بدي عندي يذبل انزل علي حب من الفلفل البارد قطعتها بهذا الشكل واخلطة خلطة زينا حسا بعد ما شو تقريبا نذبل عندي عن نص اجيب قليل من المعجون تقريبا ثلاث خواشيك من المعجون واحمس على جهة بناد جدا ضروري تحمسون المعجون بهذا الشكل حتي يبطل مكهة طيبة وبعد ما حمسته راح اضيف عليها تقريبا كوبة من المي وبقي على النار متوسطة وهنايا بعد مروا تقريبا خمس دقائق راح اضيف عليها قليل من الفلفل الاسود وهنا عدي كيسين الماجي اذا عدكم مرق ما للدجاج اه امير هام واذا ما عدكم تقدرون تستبدلونه بكيس الماجي انا اضف الكيسين وبقيهم على نار هادئ حتي يتسبك عندي زيان لابين ما يتسبك عندي يعني بحضرة هنا قدر خليه بيه مي مغلي وهذا الشكل راح اضيف عليها تقريبا كيلو من التمى غاسلته مصفيته راح اضيفه هنا على المي وبقيه تقريبا لمدة 4 دقائق 5 ونا راح اضيف قليل من الملح تقريبا خاشقة مالكوب لاناني بالصلصة استخدمت كيسين الماجي حتى ما يكون عدكم مالح على الكمية كلش كافية على الكيلو واخلطة لحد ما يتقريبا تتفتح عندي الحبايا نرجع لكم وهنا الصلصة عندي جهزة راح اطفيها مجرد ما تظهر هاي الفقاعات معناته كملة ويانا وهنا التمن بعد ما تفتح بهذا الشكل تقريبا بدين شف عندي ايسا راح اروح اصفي وارجع لكم هنا بعد ما صفيت التمن جبت قدر ثاني راح اضيف قليل من الزيت لا تخلون هواي لان احنا اضفنا بالصلصة همينا زيت وراح انزل علي التمن اللي صفيت وهذا الشكل وهنا راح هنزل علي مباشرة الصلصة اللي جهز نها بالبداية بنات هاي الكمية كافية على كيلو من التمن اذا تحبون الضعف الكمية الضعف الصلصة مع التمن هذا الشي راجع لكم او تقلل حسب رغبتكم ونا راح ابقى النار راح بقي على النار هادئ لمدة 20 دقيقة لابين ما يجهز اندي التمن قرمشة يعني نضيف كمية كلش قليلة شوف بنات هيش مجرد ما ارش علي ما اهم سح وهذا الشكل وحسا بعد ما جهز عندي السمش راح اضيف قليل من الزيت بطاوع عندنا بحيث بس القعمال تا يصير بكل زيت وراح ابدي انزل السمش طبعا هنا الزيت عندي حمى حتى ما يلزقوا بالطاوع يجب يكون حام زيت ونقلب على وجه الثاني وهنا استوى عندي السمش بهذا الشكل وهنا هاي الوجبة الثانية هما انزلها هما انتظرت الحمى الزيت مرة الثانية وارد نزله وهنا هيا راح سأبدئ قلب ه لان الوجه الاول استوى بنات النار تكون متوسطة محل حادة حتى يستوي عندي تماما وهنا يكمل عندي السمش وستوي بهذا الشكل سأبدئ اطلع وهنا التمن عندي بعد مرة وعشرين دقيقة جهز بهذا الشكل شوف بنات وهس بوقت عندنا اخر خطوة ننخلي لكم يامس احنا التقديم وشوف النتيجة وهنا بعد ما خلصنا التمن والسمش قلينا احنا قدم بهذا الشكل اتمنى يا رب يعجبكم وينار رضاكم شوف بنات القرمش والشكل ما اصف الكمياء والطعم والريحة كلش طيبة كانت وهنا يتقدرون تصوون فوابات او مناسبات كلش يرهم الطرقة التقديم كل السهلة وبسيطة اتمنى يا رب يعجبكم وينار رضاكم ودعا تلسونا باللايك والاشتراك والتفعيل جرس التنبيهات حتي وصلكم كل شي جديد انا ازل بالقناة مع الف سلامة اشتركوا في القناة